ميلاد مجهيد صباح الخير اليوم الجمعة 25 كنون الأول يا رب ينعاد عليكم هالعيد بالخير الصحة الفرح السعادة السلام كل الأمنيات الحلوة بس بهذا النهار متل ما بلشتوا قلت نسوا كل همومكم نسوا مشاكلكم بعرف أنه اللبنانيين عم بعانوا من وقت كتير طويل بسبب تراكمات كتيرة ولكن خلونا بهالنهار نحط كل الزعل على جنب ونقلع بطريقة صح نقول أنه اليوم لو شو ما صار بدنا نضحك ننبسط ونعيش نحن والناس اللي منحبها هال 24 ساعة بفرح وسعادة ينعاد على كل الناس اللي عم تحضرنا وين ما كنتوا بكل أنحاء العالم اليوم حلقة استثنائية مثل ما شفتوا بلشوا الولاد بتراتيل حلوة ميلادية بقيادة الأستاذ توني البيعي اللي بعد شوية رح نحكي معه أكتر أهلا وسهلا فيكن رح تنوروا حلقتنا وانتوا بقيين لمدة ساعتين من الوقت بالإضافة لفقرات كتيرة بهالنهار المجيد بنبديها بأيليد يعني اليوم بصراحة نقصين أيليد عادة اثنين اليوم مسل عندي بس مصطفى الزين ولكن رانيا حايك رح تطل معنا عبر زوم صباح الخير ميلاد مجيد لك مصطفى عادة عليكم ومجد ميلاد مجيد على كل اللبنانية هذا شهر العطاء شهر الحب وكمان حبينا نشارك معكم نحنا كمان أيليد تكون عم تساهم في محل معي أكيد أيليد واكبتنا من أول ما بلشنا بالبرنامج كمان رانيا حايك بدي أقولك صباح الخير وميلاد مجيد عقبال كل سنة رانيا بعرف اليوم ما حبيت تترك العيلة بدك تعيد معهم نهار عيد الميلاد عقبال كل سنة يا رب صباح الخير أول شي بدك حييك على هذه المقدمة الرائعة وإيه أكيد مثل ما قلت نحنا عيد الميلاد تبقى مقدس عنا ونحنا من عبر تيفيد جديد حابين نعيد كل العالم نتمنى له نعيد ميلاد مجيد وإن شاء الله 2021 تكون عن جد سنة مسمرة وحلوة وننسى كل شي الأطعب في 2020 ونبلش صفحة جديدة بميلاد هالعيد المميز عننا يعني يا رب يا رب رانيا ومصطفى اليوم ميكبين حداً بالستوديو حداً من البيت نحكي أكثر عن قفر آيليت اللي أراضي نحنا حكينا عنه بالحلقات السابقة ولكن هناك في مفاجأة ما عم توقفوا مفاجأات لا قبل الجمهور اللي عم بتابعنا يعني مثل معرفتي حصلنا أسبوعين قدمنا قفران للعالم بس صراحة طلب كمية العالم قد محبة سكان في لبنان أو برات لبنان كانت كتير كبيرة فحبينا نكمل لا مدام هذا شهر هذا شهر الحب شهر العطاء لا نحنا مو على العالم عم نكمل لأنه هذا الأفر لمس العالم محل معين العالم كانت بحاجة لهيك شي فكمان نحنا حبينا نكمل هذا الأفر لخمسة عشر جان إن شاء الله خمسة عشر يوم زيادة كان بيكون في فرص للشارك باللبنان وبرات لبنان أن تستفيد منه بعض وتكمل معنا وتقدم رانيا أنا بعرف أنه بالحلقات السابقة كان في كتير ناس عم بتتابع وكان في كتير ناس وفي كتير عالم حبة كتير الأفر يلي حضرتكن عرضتوه قدين ناس رانيا عن جد بهالأعياد بحاجة لحيال لأمل من حيال لمحل فكيف لما يكون هيدا الشيء ممكن يخليهم يستفيدوا ويكفوا ببزنس خاص لقاللون لسنين طويلة لقدام لايكي بدي إليك شغلة مريات ما بتصدق قد كان فيدبك العالم إن كان من لبنان أو من خارج لبنان لأنه الأفر إذا نرجع نتذكر وهلأ نحضر الفيديو نرجع نتذكره كامل مكمل كتير مناسب لأن كان أشخاص لأنه البندميك صارت على العالم العربي كله على العالم كله الكرة الأرضية كلها فالأفر نحنا مش بس أخذنا بس بعين الاعتبار لبنان أخذنا كمان بعين اعتبار الدول برا لأنه كمان هي بحاجة كمان ترجع تريب بلد هير بزنس بطريقة معينة وصح في كتير ناس قلنا أنه عنجاد هذا الأفر اللي حطينه صح أنه عنجاد أنتم عم بتساعدونا بهالطريقة عنجاد فينا ناخد اي كومير شوف سايد بألفين دولار عنجاد في سوشول ميديا بثلاثمائة دولار أو إن كان لوكل على الأربعمية وخمسين ألف نحنا حبينا ننهي سنة الألفين وعشرين اللي كانت تسيقى على كل العالم بكل الأصعيدة بمساعدة عقد ما نحنا بنقدر بايليد هي داعم أن نكون نخلي هالأشغال كلها تضالب برازنس بأسعار كتير منه نحنا بنشجع كل الشغل الشركات اللي باقية ومنه نحنا كمان شغلنا بكون دايما متطور وعن نقدر نساعد كل العالم بطريقتنا عبر ايليد إذا فينا سوا نرجع نحضر يلا أكيد نذكر العالم يلا أكيد رانيا رح نحضر الفيديو سوا ونرجع طبعا من كفي حديثنا مع مصطفى الموجود معنا موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 أصعد اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا في القناة للي ما قدر بعد شارك وحمد الله الضغط كان كتير كبير يقدر يرجع هلأ يستفيد من العارض إن كان للواب سايت أو إن كان للسوشال نيزا شكرا لك رانيا أنا بدي عيديك بدي إليك ميلاد مجيد عقبل كل سنة وإن شاء الله يا رب سنة العشرين وواحدة وعشرين بتحقق لي كل أحلامك وخلي لك عائلتك الحلوة سلمي لنا كثيرا وعيد لك عائلتك عائلتك وإن شاء الله تكون للألفين وعشرين مباركة علينا وعلى تيفيد جديد كمانا شكرا 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 مرسي إليك رانيا حالك شكرا لك مصطفى يعني بختم العشرين وعشرين اليوم نحن قلنا فترة عم نترافق مع عائلتك قديش فرقة فرقة تعاطي الناس مع السوشال ميديا مع الخيقول مع التكنولوجي يلي هيك يحسوا حالهم فجأة وهنا ما قدرين يستغنوا عنا خاصة من بعد الباندامي ماريات صدقيني خاصة من بوقت الأفر قدما العالم تشجعت في عالم كانوا مش إنهم مخصن بالإنترنت ما بيعرفوا حتى أنا رح خبي وجه مش كايتين على السوشال ميديا يعني هل قد للا يعني أنت بقعد للا أنت منيحة مارياتي يعني تلك في عالم ما ما عندهم أكاونتات حتى على الإنستغرام على الفيسبوك ما بيفوتوا عليهم صاروا لأ بدهم يكونوا موجودين طبع يجوا حكونا بلشوا معنا فهمونا شو عم بصير هلأ على القليل لنقل طريق الصح بلشوا معنا يعني نقل طريق الصح قاعد أنا معهم شرحت لهم كيف منا نبلش لمن بدنا نوصل وبلشنا شغل معهم قلتلك نحن نكون كثير ستب باي ستب مع الشركات عم نساعدهم عم نفهمهم عم يكون هلأدي نحنا حدهم أيليد مننا أنه بس عما عم بديكم سيرفس لأ أنا بدي ابني شراكي بيني وبينكم بدنا نكمل لقدام السابورت اللي أنا عم بيعطيكم إياه عم نصير الشغل اللي بطل بس سارة عم نكون فاملية نحنا مع الزباين صحيح وبعرف قد أنتو بتلحقون وبتتبعون عن جد صحيح كل توفيق لألك مصطفى نحنا مش رح نتلاقه بأول سنة نحنا الموعد الجاي رح يكون بسبعة كانون الأول لأنه سيقق بواحد الشهر نهار جمعة كمان بلس سنة بدي لك كمان ميلاد مجيد وبدأتمنى لك تكون بداية سنة حلوة يا رب كل الأمنية تتحقق مصطفى لألك وعائلتك ولكل أسد الجديد تحياتي لكل العاملين بأيليد كمان فردا فردا يعني أنا تعودت عليكم كلكم وبنطركم من جمعة لجمعة كمان شكرا كتير لألك